موسيقى اللي هو التراب الحركة المفرطة عند الأطفال في سنوات الأخيرة نتكلم مزيف على الحركة المفرطة عند الأطفال والمعاناة اللي كانعانيوها الوالدين مع ولداتهم المعلمين كذلك مع الولدات في المدراسة فنبغي بالحضور ديالك أنت كأخصائية نفسية تربوية نبغي ونعرفو باش ما نحكموش هكا كغير على الولدات أنهم عندهم فرط الحركة كيفاش ممكن وانت غري تشرحيننا شنو هو أصلا هد الحركة الفرطة حركة المفرطة فنبغي ونعرفوه كيفاش نميزوا ما بين حركة عادية وما بين حركة اللي هي مفرطة اللي كتقدرت وصل الامتراب ديال الحركة دوي هد الحركة المفرطة اللي كتتتكلموا عليها وتتتكلموا عليها لالآباء وكتتكلموا عليها لالناس لحمدولل اللي الناس ده ببع问题 لهدى المسألة هدئي لأنه واحدة المسألة اللي هي مهمة أنّالآباء والمؤسسة أو المجتمع يكونوا على علم بهذه الحركة التي تكون مفرطة سوف يكتمون بالجواب ما هو الفرق بينهم؟ الفرق هو في التركيز هي من يطلب من الطفل كيف يركز على بعض المسائل أو لا نبدأ بذلك بالحركة المفرطة التي تكون عند الطفل أولا من يكون هذا التخوبل تسمى TDAH الذي يكون معه الحركة ولا يكون معه ما هو المشكلة التي يمكن أن يكون عند أكثر الأطفال وهو هذا الفرق في التركيز وليس يجعل الطفل يصل إلى الكثير من المسائل في الطفولة ديجا كيكون بحل دابا أم بي بي من يالله تبزاد تكون كي بكي واحد شكل بزاف تكون ديمن عنده الحركة عنده ديكوليك في الكرش جيالو لأنه تكون دائما عنده اضطراب في النوم تكون ما تنعش فاسي الموم في الليل كي عدب الأباء جيالو عد كي نعز دوك هادو بعد المسائل تيشوفهم الأباء ولكن ما تردونهمش البال تيقولوا ستان بي 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 بقي صغير هذا من يتيوصل أربع سنوات خمس سنوات كيدخل يمكن لما تغنال أو للأم كتبدا تلاحظ بأنه كيطاح بزاف دائما كيكون مضروب كيكون دائما كيقعلو ديزاكسي دون أنتيب من يتيالعب الكورا ولا من يتيالك تعطيها تقول له هزشي حاجة وردها البلاستها أي حاجة كتطلب منه مجهود داكا شيشي بي ولا تركيز ما كيديرها شكو ميرفو ولا ترفض أنه يديرها لنا كتجيه صعيبة مني كيوصل لمرحلة دي المدرسة اللي هي ست سنين الأمر هذه كتلاحظ والأب كيلاحظ اللي تيخص هو أن الأباء يحاولوا أنهم يردوا البال بالعكس ما تشي تقول رهباء والأم كتحس وكتشوف أو للأب تهوتي يراقب شي حوائيش وواحد ما يمشيش أكوتي يحاول يشوف كيس كي سباز وإلى وصل ست سنوات والأستاذة إفكتيف موقعت كتقول لهم بأنه راه في التمرين ديالو ما تيقدش يكمل التمرين ديالو من الأول سالأخر كينسا بحضب الأستاذة كتطلب منه كتشرح ليه ومزيان أمني كيمشي للدار ديالو كينسا تماما شنو شرحت له المعلمة وكين بزاف جيل مسائل بيش ما ندخلوش فيها لأنها إلا كانوا عندو خمسة من هاد الأعراض هادو تيكون عندو أنتخوبل اللي ما تيكونش عندو أنتخوبل هو أنه فاكي تسمى تيغبيلون تيكون غير تيغبيلون هل يشتون في الوليدات العادي عادي دوك تيكون تيلعب بطريقة مزيانة منك يدير أي بحل ده بحاجة كتبشي عندوك تفسر له تيفهم تطلب منه بحل ده بغير أنك زيغسيس كتقول له هاد الجوم اللي هاد يعطيتها لك عاود يكتبها لي كي عاود يكتبها متينساش أوه الطفل اللي عندو تخوبل إلا عطيته إنفخاز غيقدر يكتبها وغينس منها ثلاثة الكلمات ما غيكملهاش أي حاجة طلبتها منه كي يبان الفرق والطفل اللي تيكون عادي تيكون حركي كلهم الأطفال كل مده بكيتحركوا يعني في مرحلة الطفولة مش في العادي أن الوليدات يتحركوا يعني يعني يلعبوه عادي هاد الشريك عندوك بنيتو يوصل لتمدروس ولي المعلمات تتشكا والأم دي جا شافت هاد المسائل هادو تنظنتي تشخيص دكرتي واحد نقطة مهمة بزيف وأنو هاد الحركية المفرطة عندها علاقة يعني بالطفل لأنه ما كيقبطش تركيز كما يزيب يعني صعوبة في التركيز وإحنا مني كانت تكلموا على التركيز وتشتوت الانتباه كيسحبنا لأنه هادك بوحده وما كيش علاقة ما بينتهم فاليوم كتأكدير لأنه هاد الحركية المفرطة عندها علاقة يعني بتشتوت دي الانتباه دي التركيز دي الوليد تماما تماما تتكون عندهم علاقة لأنه تمدروس دي الطفل وonomriminalكة تطلب منه يركز في أي حاجة التركيز كان يحتاجوه في كل شي تطلب منه أنه يرد بلو مع أصحابه تطلب منه أنه يقلس في الطبلة وهذا الأكل thìчè مهم أن الطفل يقلس من الأول الحسر الأخير هاد الأطفال هاده ما تقدروش يقلسو تطلب منهم النوم لا سيست مهمة أن الطفل أنه أن الآن الأطفال هؤلاء لا يستطيعون أن يطلب منه أن يلبس حويجات وغير اللباس هؤلاء الأطفال هؤلاء يكون لديهم مشكلة حتى هو أنه لا يستطيعون أن يلبسها مقلوبة ترى أنه ينسى كثيراً هؤلاء يطلب تركيز عاد من أن يصل إلى التمدروس من أن يكون في المدرسة معلوم أنه سنطلب منه التركيز الذي هو تعليم وهذا الطفل تبع المشاكل دونك تيخص كمام الواحد مزيان أنه يرد